تصريحات نائب وزير الدفاع البناليوس يقول بأن ما يحدث هذا بالنسبة للتحضيرات العسكرية والتجهيز العسكري بالنسبة في بولندا بيقول بأن وزارة الدفاع البولندية تعلن صراحة عن استعدادها لبدء الحرب في السنوات الثلاث إلى العشر القادمة وأؤكد كما يقول ليس بناء الإمكانيات الدفاعية إنما الحرب التجهيز والتحضير للحرب بعد يعني في ظل هذه السنوات القادمة هل بالفعل هذه رسالة ربما روسية لحلف شمال الأطلسي إنما بعد أوكرانيا نحن مستعدون للذهاب أبعد ربما إلى بولندا أو إلى حتى دول البلطيق وربما ملدوفا لأن ملدوفا هي الحلق الأضعف وهي الخاصرة الرخوة في إن صح وصفها في الاتحاد في أوروبا ونعم هذه رسالة واضحة على كل دول النيتو بما فيها بولندا ودول البلطيق كلها ودول أوروبا الغربية وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي في صراع يكاد يكون شبه مباشر مع روسيا